السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الحديث موصولاً عن تقسيمات العلم وكنا قد تحدثنا عن تقسيمات العلم باعتبار أصله وإعصالته اليوم نتحدث عن تقسيمات العلم أو عن أقسام العلم باعتبار وضعه وباعتبار وضعه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب اسم وكنية ولقب له ثلاثة أقسام اسم وكنية ولقب باعتبار الوضع اللقب هو ما أطلق على الذات المسمى بعد التسمية هو اسم محمد خالد ثم نطلق عليه لقباً لقب هو ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح أو ذم كالمسيح من هو المسيح عيسى بن مريان اسمه عيسى ولقبه المسيح الرشيد من هو الرشيد هو هارون ولقبه الرشيد وكذلك الجاحظ أبو عمر وكذلك أبو عبد الله السفاع فهذه ألقاب دلت إما على مدح وإما على ذم إما على مدح وإما على ذم أطلقت على المسمى بعد تسميته أضيف له هذا اللقب فالمسيح كان اسمه عيسى بن مرمى هذا من باب التكريم وكذلك الرشيد والجاحظ أي لجحوض إيه لجحوض عينيه فهذا أو أنف الناقة كذلك كانت تدل على ذم النوع الثاني أو التقسيم الثاني من أعلام من أقسام العلم على حسب وضعه باعتبار وضعه الكنية والكنية هو ما أطلق على الذات بعد التسمية ولكن صدر بلفظ أب أو أم أي مركب إضافي جزءه الأول أب أو أم فهو من الكنية مثل أبو حفص من هو أبو حفص عمر رضي الله عن عمر أم المؤمنين ينطبق على كل أمهات المؤمنين أم كلثوم ما سلم أبو بكر لو قلت أبو محمد أبو خالد أم محمد أم خالد هذه يدخل في باب الكنية والكنية من أقسام العلم وهو وتطلق من باب التكريم للمسمى النوع الثالث وهو الإسم وهو الأصل تعريفه هو ما أطلق على الذات أولا أول شيء يطلق على الشخص هو الإسم عندما يسميه أهل الإنسان عندما يسمونه هذا يسمى إسم مثل قالد وهند ومحمد وعلي وفاطمة طيب لو اجتمع الإسم مع اللقب أو الكنية لو اجتمع الإسم قد يجتمع الإسم مع اللقب أو الكنية من الذي نذكره أولا هل الإسم أم اللقب أو الكنية لذلك له هذه الحالة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يجتمع الإسم مع اللقب إذا اجتمع الإسم مع اللقب يؤخر اللقب عن الإسم فتقول يؤخره إذا اجتمع الإسم عن اللقب الأصل أن يؤخر اللقب ويتقدم الإسم تقول زين زين العابدين زيد مع ذرة تقول زيد هذا هو الإسم زين العابدين لقبه أنه لقب لكثرة عبادته بزين العابدين فيقدم الإسم يأتي أولا ثم يأتي بعد ذلك اللقب لماذا لأن اللقب بمنزلة الصفة والصفة تتأخر عن الموصوف هذا هو الأصل هذا هو الأصل ولكن قد يحدث العكس وهو قليل ويجوز لغة قد يتقدم اللقب ويتأخر الإسم كقول الشاعر أنا ابن مزيقيا عمر وجد أبوه منذر ماء السماء أنا ابن مزيقيا عمر وجد أبوه منذر ماء السماء مزيقيا هذا كان مالكا من ملوك العرب في الجاهلية وكان من عادته إذا جلس مع ندمائه يمزق لهم أثوابا ويوزع أهلهم هدايا فخرج عليه أخرج أطلق عليه الناس أطلق عليه الناس لقب مزيقيا وكان اسمه عمر فقدم الرجل هنا وهو يفتخر بأبيه فقدم اللقب مزيقيا على الاسم عمر فموضع الشاهد مزيقيا عمر والقاعدة جواز تقديم ماذا تقديم اللقب على الاسم وهو قليل الصورة الثانية الصورة الثانية من صور التقاء الاسم مع الكنية أو اللقب أن ينتقي الاسم والكنية ينتقي يلتقي أو يجتمع الاسم مع الكنية في الكلام وفي هذه الحالة أنت بالخيار في تقديم أيهما إذا شئت أن تقدم الاسم قدمه وإن شئت أن تقدم اللقب فقدمه فتقول عمر أبو حفص ويجوز أن تقول أبو حفص عمر يبقى إذا اجتمع الاسم والكنية أنت بالخيار بلا تفضيل تقدم الاسم تقدم الكنية لا حرج في ذلك ومن ذلك قول أحدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الرجل أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نصب ولا دبر موضع الشاهد موضع الشاهد هنا أبو حفص عمر والقاعدة قدم ماذا قدم الكنية على مين على الاسم جوازا على الاسم جوازا أنت بالخيار في ذلك ومن تقديم العذرة ومن تقديم الاسم على الكنية قول أحدهم وهو حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ فقال وما اهتز عرس الله من أجل هانك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري فهو سعد اسمه وكنيته أبو عمر فموضع الشاهد هنا سعد أبي عمري والقاعدة جواز تقديم الاسم على اللقب جوازا بلا تفضيل لأحدهم على الآخر الحالة الأخيرة وهي إذا اجتمعت الكنية مع اللقب وأنت أيضا فيها بالخيار تقدم الكنية وتؤخر اللقب أو تؤخر الكنية وتقدم اللقب ومنها لك أن تقول أبو حفص الفاروق اللي هو عمر بن خطاب رضي الله عنه هو كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق لأنه فرق به أو فرق بين الحقي والباطل يجوز أن تقول أبو حفص الفاروق ويجوز لك أن تقدم اللقب فتقول الفاروق أبو حفص وبذلك نكون قد وضحنا لكم إذا اجتمعت الكنية مع الاسم أو اللقب إذا اجتمع كل منهما ما الذي يصح ويجوز في كل حالة من الحالات فإلى محاضرة جديدة نتحدث فيها ونكمل الحديث فيها عن العلم والسلام عليكم ورحمة الله